بس برضو من حق الجمهور تقول لأحمد الشيخ انت ليه كسلان يعني أنا بقى شجع له أحمد الشيخ انت عندك فرصة عظيمة جدا انت امكانياتك فوق الخيال فين؟ انت بتقيسه على امكانيات اه انت فين بقى؟ فين الكسلان ليه؟ انت ليه مش بتديني الاحساس بمكانتك وموهبتك؟ انت حقك ده انت حقك تستغل هذه الفرصة العظيمة انت بتلعب مع الناد الاهلي انت بتلعب مع سقف القرى الافريقية نقلة تانية تبقى في قرب انت فين؟ هو يملك هزا انا يملك هزا وامكانياته كبيرة وإلا مكادش العين بتاع الاهلي جابته واحتفظت به ورفضت تخلى عنه ماشي انا مستعد يعني انا مثلا من الناس الشحات يعجبني حسين الشحات لكن في ماتشات بيبقاش ده بنرجع نقول نفس الكلام اه اه انا قصده ايه لا انا عندي امل بقى كمان اصلا انا بدي اوصل الاهلي ربما منظور شوية مختلفة ودي معييرك بقى عالي اه لا ولا معيير انا شايف ان الاهلي سقف القرى الافريقية ان الاهلي مكانوا الطبيعي كل سنة في انديت الابطال كأس انديت الابطال ان الاهلي يبقى مش كويس لما يخرج من ادوار مبكرة اه انا مش بتكلم عن الاهلي في اه يعني اما ينتصر على فرقة في متوسط الدولة المصري الناس ده مبسوط انا مش مبسوط مش دل مش دل لنا انا عايز الاهلي في التجربة الكبيرة انا عايز الاهلي مصنف اه نادي كبير نادي متجاوز حيزه المصري والافريقي وهذا ليس طعنا في احد لكن هي يعني الاجيال التي صنعت هذه الاسطورة اللي اسمها الاهلي حوضعته في مرتبة هذه المرتبة تؤكدها نتائج وارقام وبالتالي وفق هذه المنظومة وهذه الالية والطريقة الطويل العريض مكان الاهلي كبير الاهلي بيقارن بالاندية الكبيرة سألت مرة الوزير الفنان فروح حسني اين تضع القاهرة في العاصمة الثقافية قال لي القاهرة اه في افريقيا وفي الوطن العربي لسه مصاف واشنطن ووصاف روما وباريس مصاف روما وباريس الاهلي برضو كده في مصاف الفراء الكبيرة حد القاهرة في الهاتف اه اه وما تقلش عن كده بل تزيد وبالتالي مستغل كتير عشان يرجع لها رونق بالضبط عشان كده أنا بقول ان الاهلي دايما يعني لما جيبنا اه اه مدير فني بحجم فيلر واداء ووه انا مش بطلب منه مفروض منه اه انا شخصيا شايفه بيعمل حاجة بس دي عايزة وقت ليه عشان تعمل الفرقة حسب الت 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 الصورة الزينية عنده محتاجة وقت ومش كل اللعبة بيقدروا يعملوا المطلوب منه وده طبيعي برضو زي مساءتك قلت ماشي وهكذا احنا بنتكلم في اطار فني انا مش مش يعني ايه مش ضليع فيه بس عايزة اقول ان لنا اما الاهل يجيب فيلر ويجيب هذا الجهاز الفني بتاعه بمبلغ كذا ويجيب لعيبة بمستوى ديانج ده ديانج ده حاجة جمدة جدا ديانج ده مش هيقعد كتير في الاهل ده ديانج ده مرشح لفرق كبيرة ماشي لما تجيب لعيبة بارقام تتجاوز الاربعين مليون والخمسين مليون نكون عندك حاجة ايقونة عظيمة اسمها رمضان صبحي اذا انت بقى ما تقوليش بقى ان انا بفوز بواحد صفرة او اثنين واحد بالعافية والكلام ده فيما تشت تخلص بالخمسة وبالستة وتلعب بقى بالجمهير وتشبع الجمهير لعب ودلع بقى لان انت مؤكد ريع العصر طب حتوقف برضو لانك حطيت جزء من الاجابة قبل السؤال لما قلت ان فيلر عنده مشروع لكن محتاج وقت اه فهل انت متفائل ان مع مرور الوقت حنشوف بقى الاهلي في الحتة دي اه هشوف الاهلي في الحتة دي بصابة بسيط الاختيارات مهمة انت ما بتختار اما بتشوف اللي اختار ديانج بقول ايه العينة الخبيرة دي اما شوف الشاب الجديد اوليور ايضا الي هو الشاب الجديد الشب طبيعة لا لا ده فيعين بتفكر اه رجع رمضان صبحي عشان يملى فراغات كتيرة جدا كتب مطلوبة طبعا ربنا يشفيه ورجع من إصابته أفضل مما كان أكيد كان الأهل بيحتاجه يعني اللي فكر في هذه عندنا كمان إصابتين تلاتة الحقيقة كريم ندفد عندنا محمد محمود الموهوب جدا الشاب الزغار اللي عنده 18 سنة وجاي هو منتخب مصر الأول صانع العاب وعندنا حمدي فاتحي في خط الوسط كمان كيف ترى بعد عودتهم يعني لو ربعهم أنا شخصيا بستنى عودة ندفد لأنه لما أصيب كان في أفضل حالاتهم كان أحسن واحد وكلنا بنتكلم عن مستوى منتخب يا رب يرجع بسهولي كمانا ما تفرجتش على محمود ولا تفرجت على فاتح لا محمود دا حاجة لكن مثلا عندي كمان احتياطي مهما عندي عمار احتياطي وعندي أسماء كبيرة احتياطي لكن مثلا أنا حازين على صالح جمع يا عم صالح ما احنا محتاجين يا عم صالح كلامك لمين بقى هنا فيه عم فيه ايه بس فيه عم ومشكلة تقوله ايه تقوله ايه حبي يا عم ينزل بقى وعمل شغلك بقى والملعب ملعبك وأجل السغلالة البعدين يا عم أنا ما عنديش مشكلة في اللي يعمله أنا بس مهمتي يا عم دي ملعبك دا انت جيت في الفترة منتخب عايزك والأهلي عايزك ومشجيع الكرة عايزين على فكر أهلي وزمالك بيحبوا صالح جمع لأنه فنان طب السؤال يعني ربنا يديك شوف هنا بقى دا بقى مو الفرق بين مو وبين صالح جمع مو صالح عمل ايه شوف كل العناصر المؤهلة للنجاح حطاها في خرج وطار طار بكورة اشتغل على نفسك اشتغل وطار اللقبة الهدف الهدف الواضح تصميم والإرادة ماشي